من جانبها أعلنت وزارة تخطيط أن ربع سكان العراق في دائرة الفقر في إشارة إلى 25% من إجمال عدد سكان البلاد المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي يقدم تفصيلاً للحالة وأسبابها بتأكيده أن معادلات الفقر في العام الماضي هي الأعلى منذ 2019 نتيجة داعيات وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط وتوقف المشاريع الهنداوي أكد استعدادات في الجهاز المركزي للأحصاء للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لرسم مؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة